طيب نروح لمستر بيتسو موسيباني النهاردة طبعا اللي علق على حصوله على جازة أفضل مدرب داخل قارة إفريقيا كونجراتيليشنز مستر بيتسو الحقيقة يمكن واحد من السنوات اللي اعتقد سعيدة جدا في حياته حقق إنجازات كبيرة جدا مع النادي الأهلي وعلى حسابه الشخص على تويتر كتب هو الحقيقة ناشط جدا على تويتر بيتسو موسيباني كتب يشرفني جدا أني أحصل على الجايزة دي والترتيب ده على مستوى قارة إفريقيا شكرا لاتحاد الدولي للتاريخ والإحصى على الجايزة وأضاف كمان أحب أوجه شكر الفرقتي فريق نادي الأهلي للعابين جميعا والمجلس الإدارة ولرئيس النادي كابتن محمود الخطيب ولكل الدعمين اللي في إفريقيا على دعمهم الدائم وطبعا زي ما حضراتكم معارفين أنه هيئة التاريخ والإحصى بالاتحاد الدولي لكرة القدم أعلنت عن حصول مستر موسيباني على جايزة أفضل مدير فني داخل قارة إفريقيا عن السنة الفاتية عشرين وواحد وعشرين بعد محق إنجازات كبيرة يمكن من أهمها تحقيقه لبطولتين دوري أبطال إفريقيا مع النادي الأهلي فوزوا بالسوبر الإفريقي فوزوا بالميدالية البرونزية في بطولة كس العالم للأندية وتحقيقه طبعا سوبر إفريقيا على حساب نهضة بركان كلها بطولات مهمة جدا اضافت طبعا الألقاب دي لخزايا النادي الأهلي واضافت كمان لسي في مستر بيتسو موسيماني ونتمنى إن شاء الله أن المسيرة والنجاح يستمر